تصدرون بيانات بضرورة الحوار مع سيد مقتدى الصدر يصدر بيان الصبح لأهمية هذا الحوار بالليل يصدر بياناً آخر ندعو جماهيرنا للخروج بتظاهرات والدخول إلى المنطقة الخضراء للحفاظ على الشرعية والدولة ومؤسسات الدولة يعني أولاً تتهمون الصدر بالانقلاب وعلى الشرعية وتطلبون الحوار الذي يطلب الحوار من أجل المصلحة العامة أو من أجل المصلحة الخاصة يجب أن يرطب الأجواء والتظاهر حق مكفول لكن اختيار المرحلة ودقتها مطلوب هذه قضية القضية الأخرى تريدون أن تتحاوروا مع الصدر تحاورتم سابقاً والرجل ما زال عند حدود مطالبه وتعقدت المشكلة أكثر أنا أؤمن أنه بالإطار هناك أصوات عقلانية تشتغل من البداية ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول أن يجعل من الإطار أداة للحرب مع الصدر لأنه يشعر بخطورة المرحلة القادمة أنا أذكركم وأنا قايل توصلنا كثيراً من الحقاق هل فعلاً أن السيد قاسم العراجي قد قدم استقالته أمام السيد محمد السوداني لوبليل أحد الأطراف ركب سيارته بعد اتصال هاتفه قال لسيد قاسم أرجوك أن تسحب ترشيحك لأنه السيد المالكي كان قد رشح السيد السوداني وأنا قلتها كثيراً أحترم السيد السوداني رجل نزيه وشريف والسوداني من حزب الدعوة وهذه هي طريقة أو بداية الاستفزاز ماشي ليش ما قلتول السيد مقتدى أنه مرشحنا هو السوداني أعطينا رأيك أخيكم وقائد وزعيم وتدرون السيد ابتغريدة يطلع ملايين ابتغريدة يرجع ملايين مثل ما أعرض لكم جعفر الصدر أو قالكم أخوان هذا جعفر الصدر تقبلوا له ما تقبلون كان أنتوا تقدمون أيضاً مرشحكم له القضية الأخرى لما صدرت التسريبات عن السيد المالك وحدثت ضجة كبيرة لماذا البيانات لم تستوعب خطورة هذا يقولون أنه المالكي يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة إذا كان المالكي مذنباً نعم قيل بهذا لكن الخطوات على الأرض كانت بطيئة وما يصير عائلة الصدر يا حاكم يجي يقتله هو ظل بس هل ولية هذا تردون تكتلونها أو كتلوه وبعدين معب أنه المالكي إذا خضى للقضاء كلنا نخضى للقضاء بعدين تردون دليل تردون تنهون هذه الأزمة الأثنين والثلاثة بالتسجيلات الصوتية الموجودين قبل أن يداني السيد المالكي تردون لهم نص ساعة يما برغيف يما نص ساعة يما برغيف راح يقولون لك يا با احنا حقيقة كذب صدوك هذه حقائق هذه حقائق سيد هاد العامري من الأصوات العقلانية السيد حيدر العبادي وانا مؤمن العامري حاول كثيراً والسيد العامري حسب معلوماتي بات الرايح للحنانة وممكن أن يلتقى ولا يلتقى بالسيد الصدر إذا أردتم أن تنهوا هذا التأزيم أعرفوا ماذا يريد الصدر تعرفون ماذا يريد الصدر عملية سياسية ما تبشي بغير 73 نائب رجعوا ل73 نائب راح تقولوا الدستور يصير الدستور يقبل الدستور ما يقبل هذا كل عمركم أنتوا قضيتوا بلا دستور لكن احنا نريد نعبر أزمة ويا إطار التنسيق يا أصوات العقل بالإطار التنسيق ابعدوا وقات النار الذين لا يقبلون